رسم الحال الدلة التربعية على صورة نشوف مع بعض اول الاكزامبل عايزين نرسم بناء على انك دول اللي قدامي دوت في الفترة من فهنبدأ نستغل الالة بتاعتنا اللي هي الكاسيو اف اكس اتنين وتمانين في عندي اوبشن هنا في الموت وبوصل اي في عندي مكتوب تابل سري او بولي اف اف اكس اللي هي الواي اللي هي الدلة بتاعتي اكس بارتو الاكس بتكتب بعد الالفة عشان هارف مكتوب بلأخبار زيها اكس بارتو مينس تو اكس مينس ايت هادوز ايكول وللستارت هاي استبدأت تابل بتاعك من كم من عندي من ناكد سري اينتر او ايكول يخلص عند الفايف الانت او اللي فايف الالستاب انا عند الستاب بدايمن عندي اكتب اف اون الان انا ابدأ one two three four five الخطوة تعطي دائما بوان السابة زي ما هي يبدأ هو اكتب الالتابل بتاعي نكتب سري نكتب تو نكتب اون هاكتب دي اللي هي قيم ال اكس وصدها في ال اف اكس سيفن زيرو نكتب فايف فين انا وارف دا اكتب سIDE سيرو نكتب 5 اشوف بأيڈ الاي تابل انزلش نشوف اي 2 0 1 2 negative 8 9 negative 8 9 8 and they should wait a1 and 3 3 3 4 5 the dn negative 5 0 7 5 0 7 أبدأ بعد كده أرسم الأكسس بتاعتي المحاور وبدأ حط الpoint. الpoint عندي اللي هي نكتف 3 و 7 بعدها نكتف 2 0 نكتف 1 نكتف 5 0 و 8 1 نكتف 9 2 نكتف 8 3 نكتف 5 4 0 5 و 7 أبدأ بعد كده أوصل الpoint دي وراء بعض. وبأنا كده رسمت مرحانة الدالة التربعية بتاعتي. والرسمة بتاعتي دي بتسمى قطع مكافئ. الشكل اللي قديم ده اسم قطع مكافئ. في بعض الخواص ممكن تطلع من الرسمة زي رأس القطع اللي هو الجزء ده. فهو باين عندي في الرسم اللي هو ون ونكتف ناين. وفي بعض الاحيان بتسمى نقطة السبت. والنقطة عندي هنا دي بتعتبر قيمة صغرى. وبرضو من الرسم في بعض الاحيان بيطلب مني محور التماثل اللي هو ده اللي هو الخط اللي بيقسم. اللي هو بيعمل للمرحانة بتاعي. بيعمله باكنه انعكاس حوالينه. ببقى عندي محور التماثل اكس ايكول. شكرا